اكثر من 20 اجازة استثمارية مع ارض سكنية منحت لمستثمرين في النجف لبناء مجمعات سكنية استثمارية لمعالجة ازمة السكن الخانقة في المحافظة انجز اثنان منها بالكامل من اصل 15 اجازة قيد الانجاز الفعلي عدنا اكثر من 15 مجمع استثماري سكني الان في طور الانجاز عدنا الانجز بتقريبا بشكل كامل مجمع قدية غدي السكني انجز كامل بشكل كامل مجمع سكني مجمع بيتي وصل نسبة انجاز 25% الكثير من العوائل التي سكنت هذه المجمعات فوجئت ببعض المشاكل ومنها عدم ايصال الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء ومجاري خاصة وهم مقبلون على صيف عراقي حار وجاف دولة مغاعة توفرنا لا ماء ولا كهرباء جو حار صيف ماء ضعيف لسلم شركة وبقى الموضوع نحمل ونشير نرجع للمكانتنا الاولية مستثمرون اكدوا ان قانون الاستثمار يضع ايصال الخدمات في عهدة الدوائر الحكومية مطالبين تلك الدوائر الايفاء بالتجاماتها التي حددها القانون نحن الناشد من خلال القانون الحرة الدوائر ذات العلاقة والسيد المحافظ بان يوسطونا الخدمات الى بوابة المستثمر حسب العقد المبرم مع هيئة الاستثمار ولذلك نحن نشوف المستفيدين اللي عندنا يعانون نحن اسحبنا الماء على حسابنا والكهرباء على حسابنا ومدينا طرق بس اسحبنا كتشغيلي مو كمستمر وهذا كلف اضافية علينا نحن الشركة خسرت حوالي اكثر من 4 مليار دينار عراقي بالخدمات الحكومة المحلية اكدت انها لا تملكنا مال لازم لإيصال الخدمات الى هذه المجمعات مطالبة بتخصيص جزء من القرض الدولي للعراق لهذا الغرض لا تجد عندنا اموال بالتأكيد اليوم ان نوصل هذه الخدمات الى هذه المجمعات السكنية نتأمل انه القرض القادم للحكومة العراقية من البنك الدولي ان يكون هناك ايلا اهمية كبرى الى ايصال الخدمات للمحافظات اخلال الدولة بالتزاماتها بحسب قانون الاستثمار ربما يؤثر سلبيا على حركة بناء المجمعات السكنية الاستثمارية التي تلقى اقبالا واسعا من المواطنين راجي نصير الحرة النجف الاشرف